في الوقت الذي يبدو فيه أن الهند تتعافى ببطء من موجة ثانية قاتلة من فيروس كورونا أثارت وفيات في ولاية أوتار باراديش موجة من الذعر حول حمى غامضة تشتاح ريف الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الهند التقارير الأولية تشير إلى أن الأطفال يستيقظون منذ أكثر من أسبوع في بعض المناطق في الولاية الواقعة شمالي الهند مصابين بحمى شديدة مصحوبة بتعرق شديد فيما اشتكى العديد منهم من آلام المفاصل والصداع والجفاف والغثيان وفي بعض الحالات ظهرت عليهم آثار للطفح الجلدي في الأطراف كل هذه الأعراض طرحت عدة تساؤلات لم يجد لها القطاع الصحي في الهند الإجابة الواضحة ما لا يقل عن خمسين شخصاً معظمهم من الأطفال كانوا أولى من لقوا حدفهم بسبب الحمى فيما دخل المئات إلى المستشفى في ست مناطق في الجزء الشرقي من الولاية في البداية توجهت أصابع الاتهام نحو فيروس كورونا إلا أن نتائج التحاليل أظهرت أن كل المتوفين لم يكونوا مصابين بكورونا وهو ما جعل أمر الوفيات لغزاً يضاف إلى سجل الألغاز الصحية في الهند الأطباء وأمام هذه المعضلة يرجحون أن تكون حمى الضنك وهي عدوى فيروسية ينقولها البعوض السبب الرئيسي للوفيات خاصة أن المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى وهم يعانون من انخفاض في الصفائح الدموية وهو مكون من مكونات الدم يساعد على تكوين الجلطات وهو ما يميز شكلاً حداً من حمى الضنك ومع ذلك ما يزال من غير الواضح ما إذا كان وباء حمى الضنك وحده مسؤولاً على الوفيات المرتبطة بالحمى في ولاية أوتار براديش فالدولة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة وتعاني من معايير الصرف الصحي الرديئة وارتفاع مستويات سوء التغذية لدى الأطفال ورعاية الصحية غير منتظمة تبلغ بشكل روتيني عن حالات الحمى الغامضة هذه بعد هطول الأمطار الموسمية كل سنتين فما السر وراء هذه الحمى الغامضة؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة